البار يعيش بالإيمان رمي الإصحاح الأول الآية السابعة عشر لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا نحن يجب أن نعيش بالإيمان بماذا يحيا البار بالإيمان البار يعيش بالإيمان في الواقع كلمة إيمان شائعة جدا لكنها جوهر الكتاب المقدس البار يعيش بالإيمان بماذا يعيش الأبرار إنهم يعيشون بالإيمان وبالله أمل أن نستنير من هذا الجزء لأن الجسد والروح الكدس يسكنان فينا نميل إلى تفسير العديد من الكتاب المقدس بأفكارنا الخاصة دون معرفة المعاني الحقيقية المخفية في الكتاب المقدس على الرغم من أننا ربما نفهم الكتاب المقدس حرفيا لدينا الجسد والروح في نفس الوقت لذلك يقول الكتاب المقدس أننا نحن الأبرار سنعيش بالإيمان لأننا نمتلك مخفرة الخطايا لكن المشكلة بأن الجسد لا يمكن أن يعمل الصلاح لكن المشكلة هي أننا نمتلك الجسد أيضا لذلك في كثير من الحالات نحكم حسب الجسد في بعض الأحيان نحكم ونميز شيئا بأفكار الجسد السابتة وبالتالي لنؤمن بكلمة الله تماما عندما يتعلق الأمر بالإيمان ومع ذلك يقول الكتاب المقدس ببساطة أن البارس يحيى فقط بالإيمان إذن ماذا يعني هذا؟ قد تفكر أين هم فقط الذين لا يعيشون بالإيمان؟ لماذا تركز على هذه الآية؟ أليست مجرد آية من آيات من الكتاب المقدس؟ اليوم أريد أن أخبركم عن هذه الآية يجب أن نعيش بالإيمان نحن لندرك جهلنا إلا عندما نحاول شرح شيء ما على الرغم من أننا نعتقد أننا نعرفه جيدا في أفكارنا ما هو الخصم الذي يحاربه الخاطئ الشخص الذي لم يولد ثانيا يحارب بأفكاره وجسده مع من يقاتل الشخص المولود ثانيا الجسد والروح داخل الإنسان يتقاتلين بعضهم البعض قد تتساءل لماذا أكرر ما نفعله بالفعل لكني أود أن أشرح ذلك مرارا وتكرارا لأنه يستحق القول حتى في الكديس المولود من جديد فإن جسده وروحه يتقاتلان باستمرار مع بعضهم البعض لأنه أيضا له الجسد هناك جزء غريزي في الجسد يفضل أن يعيش ببسخ ويحاول معالجة جميع المشاكل بدلا من العيش بالإيمان هناك أيضا جزء غريزي في جسد الشخص الصالح يريد أن يعيش ببسخ ويحاول الوصول إلى الكمال دون ارتكاب أي خطأ وهو بعيد كل البعد عن العيش وفقا للإيمان الذي يقول لهم الله أن يعيش به لذلك فإن جسد الأبرار يريد أيضا أن يصل إلى الكمال حتى في الأعمال الروحية ويحاول أن يتعامل مع كل مشكلة روحية على أكمل وجه ويأمل أن يصل إلى الكمال الجسدي في نفس الوقت ولكن هل يمكن للمرء أن يعيش حياة الإيمان بالجسد كما قال بوليس لأني لست أفعل الصالح الذي أروده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل رميا الإصحاح السابع الآية التاسعة عشر الجسد لا يصنع الخير أبدا لدينا غريزة في الجسد ترغف في العيش في فخامة أمام الله على الرغم من أن الجسد لا يسعه إلا أن يفعل الشر نحن لا يمكن أن نعيش حياة الإيمان بالجسد لذا بالمعنى الضقيق للكلمة وحاولة عيش حياة الورع مع الجسد بعيدة كل البعد عن الإيمان الصحيح لدينا أفكار متناقضة وغرائز تجاه الله من وجهة نظر كتابية من المستحيل أن تكون كاملا في الجسد وأن تعيش حياة الإيمان دون أي مشاكل مع الجسد لحم الإنسان مثل الغبار يقول الكتاب المقدس يذكر أننا تراب مزمور المئة والسلاسة الآية الرابعة عشر بل مثل البخارة حتى الذي يظهر لبعض الوقت ثم يختفي لأنه غير مكتمل هل يمتلك كل من جسد الشخص المولود من جديد والشخص الذي لم يولد ثانيا القدرة على عدم ارتكاب الخطية هل يمكن للمولود من جديد أن يتجنب الإسم لسنا بحاجة للعيش بالإيمان إذا كان الجسد يستطيع أن يعيش بدون إسم فهل نستطيع أن نحيا بقوة الجسد نحن نعلم بالتأكيد أن هذا غير ممكن تكمن المشكلة فيما إذا كنا نعلم وندرك هذا بعيدا عن أننا قد ولدنا من جديد أم لا فإن الجسد ضعيف جدا لذلك يستمر في الخطية ما مقدار ما نعرفه عن جسدنا كم نعرف عن أنفسنا قد تعتقد أنك تعرف نفسك تماما مئة في المئة لكن هويتك الذاتية بعيدة كل البعد عن شخصيتك الحقيقية لأنك لا تؤمن حقا أنك خاطئ ما هي النسبة المؤوية التي تعتقد أنك تعرفها عن نفسك حتى خمسون في المئة ستكون مبيلغ فيها عادة ما يفهم الناس أنفسهم بنسبة عشر أو عشرون على الأقصر في الواقع يعرفون حوالي عشرة أو عشرون في المئة عن أنفسهم رغم أنهم يعتقدون أنهم يعرفون أنفسهم بنسبة مئة في المئة عندما يعتقدون أنهم فعلوا أشياء شريرة للغاية يصابون بالحرج ويتبقفون عن إدباع الرب ثم يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم الحفاظ على إيمانهم حتى النهاية أم لا ويتوصل إلى استنتاج مفايده أن ذلك مستحيل تخرج المياه القذرة والقمامة الأفكار الشريرة بكميات كبيرة من قناة العقل الجسدي يبدو أنه من المستحيل بالنسبة لهم أن يعيشوا حياة الورع بالإيمان أو أؤمن أنه لم يعد من الممكن إدباع الرب أمنت أن جسدي سوف يتحسن بعد أن تم محو خطايي مرة واحدة وإلى الأبد لكن جسدي لا يزال ضعيفا وأنا قاصرا عن الكمال على الرغم من مرور وقت طويل منذ أن ولدت مرة أخرى الجسد قبيح وعديم الفائدة نحن لا نعرف عن أنفسنا على الإطلاق ولا نريد على وجه الخصوص الاعتراف بأخطاء جسدنا أيضا لذا فالنتيجة هي أننا لا نستطيع أن نحيا حياة أمينة عندما نرى أن العديد من الأفكار الجسدية تخرج من الجسد لا يمكننا أبدا أن نحيا حياة الإيمان بالجسد ما هو جسد الإنسان هل يصبح جسد الإنسان مقدسا على نحو متزايد ويعيش حياة كاملة أمام الله إذا كان قد تدرب جيدا من خلال تجاربه الخاصة إن هذا مستحيل تماما ولا يمكن للجسد أن يخطئ حتى أنفاسه الأخيرة وإذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى جميع ما أمركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي أمر فيه الرب فصاعدا في أجياء لكم فإن عمل خفية عن أعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة صورا واحدا ابن بقرة محرقة لرائحة سروره للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة وتيسا واحدا من المعز زبيحة خطية فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا فإذا أتوا بقربانهم وكودا للرب وبزبيحة خطياتهم أمام الرب لأجل سهوهم يصفح عن كل جماعة بني إسرائيل والغريب والنازل بينهم لأنه حدث لجميع الشعب بسهو وإن أخطأت نفس واحدة وسهوا تكرب عنزا حوليه زبيحة خطية فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما أخطأت بسهو أمام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها للوطني في بني إسرائيل وللغريب والنازل بينهم تكون نموس واحدة للعامل بسهو عدد الإصحاح الخامس عشر الآية السنية والعشرون إلى التاسعة والعشرون وإذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصاية التي كلم بها الرب موسى هناك العديد من التعبيرات مثل الخطية سهوا في الكتاب المقدس الجسد يخطئ بغير قصد ويفعل ما لا يجب سألتك إذا كان من الممكن أن يصبح الجسد كاملا لكنه لا يمكن أن يصبح كاملا حتى بعد مغفرة الخطية يبدو أن الجسد بارون تماما في البداية بعد الفداء مباشرة لكن هذه التعبيرات في الحقيقة لا تساعدنا في الكشف عن أنفسنا ولكنها تخفينا بدل المنزل اللحم يخرج الكيمامة ويزنب طوال الوقت الجسد يرتكب دائما خطايا يبغضها الله هل يخطئ الجسد مرات عديدة؟ هل الجسد يحيى دائما كما يريد الله؟ يفعل الجسد دائما ما لا يريده الله؟ الجسد دائما يخطئ بلا سيطرة يتكون ناموس الله من الوصايا العشر ويحتوي على ستمائة وثلاثة عشر مادة تفصيلية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لنفسك سورة منحوطة لا تنطق باسم الرب إليهك باطلا أذكر يوم استقتل تقدسه أكرم أبيك وأمك لا تقتل يجب عليك أن لا تزن لا تصرق يجب عليك أن لا تشهد شهادة نزور على جارك لا تشتهي منزل جارك الوصايا الأربع الأولى هي الوصايا التي يجب حفظها في العلاقات مع الله بقية الوصايا من الوصايا الخامسة إلى العاشرة هي وصايا يجب حفظها بين البشر لكن هل يرضي الجسد أن يطيع الناموس؟ توجد خطوط بيضاء على الطريق للمشايل عبور الطريق بأمان لكن الجسد لا يريد أبدا أن يحافظ على قوانين المرور يعبر الناس الطريق داخل الخطوط خوفا من أن يراكبه بالآخرون لكن في الواقع هم لا يريدون إطاعة الناموس يعبرون الطريق بشكل خاطئ ويرفضون إشارات المرور عندما لا يكون هناك أحد في الجوار الجسد يخطئ تلقائيا إذا كانوا متعلمين جيدا فعليهم الالتزام بإشارات المرور سوى شاهدهم الآخرون أم لا ومع ذلك سيتبعون القواعد من الخارج فقط نحن نكره عبور الطريق وفقا لإشارات المرور ونحاول عدم طاعتها قدر الإمكان إذن ما هو الغرض من منحنا الله الناموس؟ يعطينا الناموس معرفة الخطيئة رمية الإصحاح الثالث الآية العشرون بمجب الناموس نعلم أننا خطان خالف الوصايا العشر دائما نحن نخطئ دائما يطلب مننا الناموس دائما فعل الخير وليس فعل الشر ومع ذلك فإن جسدنا يخطئ دائما لأنه أضعف من أن يحفظ الناموس يقول الكتاب المقدس أن البار يحيى بالإيمان ولكن كيف يعيش البار الذي له هذا الجسد بالإيمان هم أيضا لا يستطيعون العيش وفقا للناموس بجسدهم فكيف سيعيشون؟ البار يعيش بالإيمان وبالله يريد الروح أن يتبع إرادة الله لكن الجسد يرتكب خطايا دائما ويعصى جميع بنود الوصايا العشر الجسد يخطئ بالتناوب يرتكب هذه الخطايا اليوم وتلك الخطايا غدا هناك خطايا يفضل الجسد أن يرتكبها أكثر من خطايا أخرى إن جسد الإنسان يخطئ طوال حياته هل هذا صحيح أم لا؟ لننظر للوصية الخامسة أكرم أبيك وأمك إنه أمر منطقي تماما ويحاول الناس تطبيقه على الرغم من أنهم لا يستطيعون هذا طوال الوقت لذا دعونا نتخطى من وقشتها التالية هي لا تقتل كل واحد مننا يقتل الآخرين في أزهاننا في حين أن القليل فقط من الناس يقتلون حسب الجسد ومع ذلك دعونا نتخطى هذا أيضا لأن القتل خطية عظيمة وبعدها لا تزني ولا تسرق هذه الخطايا ترتكب بسهولة في حياتنا اليومية بعض الناس لديهم موهبة فطرية في السرقة والزنا لقد اعتادوا ارتكاب الخطايا ألا يشتهون أيضا؟ يقول الكتاب المقدس أن الاشتهاء هو خطية أيضا كما أنهم بارعون في أغزب امتلكات الآخرين بعيدا من أماكنهم الأصلية السرقة يكوب الجسد بهذه الأعمال الشريرة متى شاء لنفترض أننا نرتكب نوعا أو نوعين من الخطايا من بين عشرة أنواع من الخطايا فهل هذا يجعلنا أبرارا أمام الله؟ لا ليس كذلك نحن لسنا عادلين وأبرارا من الجسد أمام الله لأن أقل جزء من الخطية هو خطية الجسد يخطئ مرارا وتكرارا ويخطئ هذا اليوم وغدا حتى نموت الجسد لا يسعه إلا أن يخطئ أمام الله حتى نموت فهل سبق لك إن كنت طاهرا ومقدسا أمام الله ولو ليوم واحد دعونا ننظر إلى الجسد ونفصله عن الروح ألم تخطئ أمام الله أبدا كونك كاملا بالجسد الشخص يرتكب الخطية حتى عندما ينام إنه يستمتع بالنظر إلى السور البذيئة حتى أثناء الحلم والتفكير في النساء الجميلات من خلال المخيلة كلنا نرتكب الخطية يفعل الجسد ما يأمرنا الله بعد بالقيام به ولا يفعل ما يوصينا بفعله الجسد هو نفسه دائما حتى بعد محو خطيانا كيف يمكننا أن نصبح كاملين ما هو السبيل إلى التقديس إذا كان جسدنا لا يكتمل ومع ذلك أليس هذا ممكنا من خلال يسوع المسيح نحن الذين ارتكبنا تلك الخطايا هل أخطأنا أمام يسوع نعم لقد أخطأنا هل نخطئ الآن أم لا نعم نفعل هل نستمر في الخطيئة نعم نحن نفعل ذلك سوف نخطئ حتى يوم موتنا مادام لدينا جسد نحن الكائنات الخاطئة التي لا يسعنا إلا أن نخطئ حتى أنفسنا الأخيرة فكيف نتخلص من كل خطيانا أولا إذا لم تكن قد ولدت من جديد بعد فيجب أن تعترف بأنك خاطئ أمام الرب لتمحو خطاياك بعد تخليصك لا نحتاج إلى الاعتراف بأننا خطاء لكن علينا أن نعترف أننا قد أخطأنا يجب أن نعترف بخطيانا بعد أن نفكر في أنفسنا من خلال الناموس عندما نكون قد أخطأنا حتى لو فعلنا أحيانا أشياء جيدة بالجسد بحجة كوننا أبرور يجب أن نعترف بأن الخطيئة هي خطيئة نحن نتقدس بالإيمان إذن كيف نعالج مشكلة الخطيئة بعد الاعتراف بها هل تقدسنا بالإيمان بأن يسوع أخذ كل خطيانا بمعمودياته من يحنى المعمدين وحكم لأجلها على الصليب ليفدينا نعم نحن نتقدس بالإيمان بأن كل تلك الخطايا التي ارتكبت بالجسد قد عبرت إلى يسوع عندما اعتمد إذن ما المقصود بالفقرة البار بالإيمان يحيى أن يكون عنده إيمان يعني أن يؤمن بالروح وليس بالجسد فقط الإيمان بالله وكلمته ونموسه وفدائه يمكن أن يقدسنا ونحن يمكن أن نكون كاملين بعدما نصبح مستقيمين بالإيمان فيه هل هذا حقيقي أم لا النوع حقيقي إن الجسد مازال ضعيف وبعيد عن الكمال حتى إذا أصبحنا مستقيمين بنوال مغفرة الخطايا الكتاب المقدس يقول لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص رمية الإصحاح العاشر الآية العاشرة لكن الجسد ضعيف ونقص دائما كما قال بوليس الرسول إذن نحن لا يمكن أن نصبح مستقيمين ولا نصل إلى البر بشكل تدريجي بالجسد الجسد لا يمكن أن يعيش حياة مستقيمة الطريقة الوحيدة التي بها يحيى البار هي أن يؤمن بالله يعني أن يقبل مغفرة الخطايا والبركات التي الله قد أعطانا نحن يمكن أن نتقدس ونبقى مستقيمين بينما نعتمد على بره إلى الأبد الذي استلمناه من الله ونحيى حياة المردية بإيماننا فيه حياتنا تعتمد على الإيمان بالله لذا الكتاب المقدس يقول بأن البار يعيش بالإيمان نحن نتقدس بالإيمان ونحافظ على بر الله بالإيمان ونعيش بواسطته مع أن الجسد ليس برا سيكون من الحماقة محاولة التقدس بشكل تدريجي لأن ذلك مستحيل نحن يمكن أن نعيش فقط عندما ننال مساعدة من الله بالإيمان بأنه هو الهنى ربنا وراعينا هو إلهنا ربنا وراعينا لذا يقول بولوس الرسول البار بالإيمان يحيى مقتبسا إياها من حبكوك في العهد القديم يقول أيضا لأن فيه الإنجيل معلن بر الله ما هو بر لله؟ هل هو نفس بر الإنسان؟ هل خفت الخطايا قليل بقليل يقدسنا؟ هل نصبح كاملين لأننا لا نأسم بعد الإيمان بيسوع أو بالإيمان؟ فقط في الإنجيل بر الله يكشف وهو فقط يقدسنا تماما خلال مخفرة الخطايا لأن نحن لا يمكن أن نكون مستقيمين بالجسد لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان هذا يعني أننا نصبح مستقيمين فقط بواسطة الإيمان البار يحيى فقط بالإيمان في الله بعدما يتبرر البار يتبرر بالحفاظ على بر الله ونوال كل بركاته خلال الإيمان نحن يجب أن نعيش الإيمان أن تعيش بالإيمان يكون كالتالي إن الإنسان سوف ينهار بسهولة أكبر من القلعة الرملية بغض النظر عن مدى كوتها سيقول الشخص سأفعل هذا وذلك يا رب ومع ذلك فإن الجسد لا يستطيع أن يفعل ذلك نحيا بالإيمان بالرب وبكلمة الفداء من الخطيئة والناموس بعد أن نأخذ غفران الخطايا هل يتغير الجسد إلى ذا طبيعة حسنة؟ وطويل القامة وذكيا إذا عيشنا حياة الإيمان لفترة طويلة أبدا لذلك العيش بالإيمان هو الإيمان المطلق بالله نصبح أبرارا من خلال الإيمان المطلق بالإنجيل ونعيش من خلال النوال كل بركات الله من خلال إيماننا به البار بالإيمان يحيى أي أننا نعيش بإيماننا بالله هل تصدق هذا؟ نعم هل لديك الكثير من التوقعات من جسدك؟ هل تفكر هكذا؟ أتوقع أن حوالي 20% فقط من جسدي لا يزال جيدا على الرغم من أن جسدي ليس جيدا في الأجزاء الأخرى لكن يقول الكتاب المقدس أن البار سيحيى بالإيمان يقول الله أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بالجسد ولا حتى 1% هل لديك عقل للحفاظ على الإيمان حتى يأتي الرب مرة أخرى من خلال عدم الخطيئة وتوقع صلاح الجسد ولو قليلا نحن أبرار بالإيمان بيسوع على الرغم من عدد الخطايا التي قد نكون ارتكبنيها نحن خطوة في الجسد مهما كنا أبرارا إذا لم نؤمن بيسوع نتقدس عندما نؤمن بيسوع بنسبة 100% لكننا نصبح خطوة عندما لا نؤمن به بنسبة 100% هل سيسر الله مهما قل عدد الخطايا التي نرتكبها هل سيسر الله أن نكون أبرارا بالجسد بر الله جعلنا مستقيمين دعونا نرى رمية الإصحاح السيلس الآية الأولى إلى السامنة إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع خطين كثير على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء أفلعل عدم أمانتهم يبتل أمانة الله حيشة بل يكون الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب ما تحكمت ولكن إن كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول هل على الله الذي يجلب الغضب ظالم أتكلم بحسب الإنسان حيشة فكيف يدين الله العالم إززاك فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدعو دانو أنا بعدك خاطئ أما كما يفتري علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينوناتهم عادلة رمي الإصحاح الثالث الآية الأولى إلى السامنة قال بولس الرسول ولكن إن كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول ألعلى الله الذي يجلب الغضب ظالم هل الله ظالم ومخطئ إذا خلص إنسانا يخطئ جسده حتى يموت بنعمته إن سؤال بولس الرسول ردا على أولئك الذين سخروا منه يعني أنه كلما ظهر ضعفنا زاد بر الله زاد بر الله الذي يخلصنا من كل خطيانا يتحدث بولس الرسول إلى أولئك الذين يتساءلون كيف يمكن للإنسان الذي يخطئ طوال حياته أن يتقدس يقول أن ضعف الإنسان هو لإظهار بر الله إن البشر الذين لا يستطيع جسدهم إلا أن يخطئ حتى أنفاسهم المحتضرة يظهرون عظمة بر الله عظمة بر الله من خلال ضعفهم إن بر الله لا يعني شيئا إذا كان بإمكان المرء أن يكون برا بجهده إلى جانب بر الله إذا خلص بنسبة 97% بعون الله وبنسبة 3% بجهده يقول بولس أن الله وحده خلص بشكل كامل أولئك الذين يستمرون في الخطيئة حتى الموت من خلال يسوع لذا فإن اسمنا يكشف غنى بر الله لا يستطيع الجسد إلا أن يخطئ كل يوم حتى يموت لا يمكن أن يكون كاملا حتى اليوم واحد حقيقة أن يسوع أنقذ هؤلاء الخطاء غير الكاملين من خطيئهم يكشف عن بر الله أكثر من كثالك بكثير لذلك يقول بولس الرسول أما كما يفتري علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة رمية الإصحاح الثالث الآية الثامنة هل نستطيع أن نتبرر بالجسد؟ هل يمكن أن يصير جسدنا كاملا بعد أن ينال مخفرة الخطايا؟ الجسد لا يستطيعه هل يمكنني أنت وأنت أنت وأنا بغض النظر عن بقية الناس في العالم أن نصبح أبرارا بالجسد؟ لا ولكن هل خلصنا الرب تماما أم لا؟ نعم لقد خلصنا الرب تماما من كل خطيانا هل نحن عندنا خطيئة إذا أمنا بيسوع بقلوبنا؟ لا ليس عندنا خطيئة مهما كنا غير أبرار قال الرب ثانيا أيضا سمعتم أنه كلا للقدماء لا تحنس بل أوفي للرب أقسامك وأما أنا فأقول لكم لا تحلف البتة لا بالسماء لأنها كرسية الله ولا بالأرض لأنها موت قدميه ولا بأرشاليم لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير مثل إصحاح الخامس الآية الثالثة والسلسون إلى السابعة والسلسون القسم بحد ذاته اسم لأنك لا تستطيع أن تحفظ ما تقسم لذلك لا تقسم ولا تتعهد بفعل شيء لاحقا فقط آمن بكلماته ومن ثم ستعيش يمكنك أن تصبح بارا إذا كنت تؤمن ببره وسيساعدك الرب إذا كنت تؤمن به هناك الكثير من الأوهام لدينا معيار الجسد ونحكم على أساسه لأن لدينا جسدا لذلك يوجد قادي فينا لا يرتبط بالإيمان بكلمة الله يوجد قاديان بداخلنا واحد هو نفس الشخص والآخر هو يسوع لذلك كلاهما يحاولان بداخلنا السيطرة في داخلنا نحن نميل إلى وضع قوانين الجسد والحكم بها لأن لدينا جسدا يقول لنا الجسد أنت صالح حتى لو استمررت في الخطيئة سأوافقك أنك كبار حتى لو لم يكن جسدك بارا بنسبة 100% يمنحك قادي الجسد دائما تقييمات جيدة ومع ذلك فإن قادي بر الله يتطلب مننا أن نكون بلا خطيئة بنسبة 100% هو كدوس يمكننا أن نصبح أبرارا فقط من خلال تلقي غفران الخطايا بالإيمان لذلك فإن المؤمنين بإنجليه قد وصلوا بالله لقد أصبحنا بالفعل أبرارا أولئك الذين يؤمنون بالله يعيشون حقا إنهم مباركون بمعونة الله البار بالإيمان ويحيا وهذا يعني أن غير المؤمنين والذين يعيشون بالجسد لا يمكنهم أن يحيوا أقول لكم فقط جزء صغيرا من الصورة الكبيرة أخبرك مرارا وتكرارا وأشرح المعنى بالتفصيل تماما كما نلغي العظام مرارا وتكرارا حتى يتحول الحساء إلى اللون الأبيض نحن نحتاج الإيمان من المهم معرفة الكتاب المقدس ولكن الأكثر أهمية إلى أي مدى نؤمن به يؤمن بعض الناس فقط بمرحلة الخلق في الكتاب المقدس يؤمن بعض الناس أن الله خلق السماوات والأرض وأن يسوع كالطهر فقط الخطيئة الأصلية يعتقدون أن خطياهم اليومية يجب أن تمحى كل يوم هم يصدرون أحكامهم الخاصة حسب نموس الجسد إلى أي مدى نؤمن البار بالإيمان يحيا لا يمكن أن تصبح مستقيما وأن تحيا إلا بالإيمان من البداية إلى النهاية نحتاج إلى الإيمان بالله إذن إلى أي مدى نؤمن هل تصادف أن تقيس نفسك كما يحل لك محبوسا في الأفكار الجسدية وتفكر أنا بخير تماما جسدي جيدا أو أنا أضعف من أن أؤمن بالله هل تصادف أن تكيم نفسك مانحا نفسك 80% اليوم و95% في اليوم التالي ولكن 5% فقط في أيام معينة معتقدا أنه كان من الأفضل لو لم أكن قد ولدت هل تعتقد ذلك؟ نعم وكذلك أنا أيضا أنا حقا أكون هكذا في بعض الأحيان حتى عندما أريح نفسي أؤمن كان من الأفضل لو لم أؤمن بالرب ولم أعرفه يبدو أنه من الصعب أن تعيش حياة الورع بالإيمان لقد كان الأمر فظيعا حتى الآن أنا في ورطة أن أرى المستقبل وأتذكر الماضي أنا جدير بالسناء لأنني عشت حياة الإيمان إلى حد ما حتى الآن لكني لن أستطيع أن أمشي معك من الآن فصاعدا يا رب لقد أصبحت حساسا جدا تجاه الخطية منذ أن أعرفتك لقد زالت مني العديد من الأفكار والمعايير منذ أن أعرفتك بالكاد تبعتك يا رب بينما كنت لا أعرفك تماما لكن الآن ليس لدي ثقة بالنفس لأتبعك بعد الآن لماذا؟ لأنني أعلم أن الله كدوس وكامل آه يا رب لا يمكنني أن أتبعك بعد الآن ليس لدي ثقة بنفسي لذلك يخبرنا الله أن نحيا بالإيمان لأنه يعرفنا جيدا يقول عليك أن تحافظ علي أن تكون صالحا وأن تظل مباركا بالإيمان كل خطيك انتقلت إلى يسوع المسيح من خلال معموديته أنت تخطئ دائما عندما أعكس جسدك علي في مرآة الناموس لذا أعترف أنك لا تستطيع إلا أن تخطئ هل أخذ مخلصك كل خطيك أم لا؟ نعم دا قد فعله هل انتقلت كل خطيك إلى مخلصك أم لا؟ نعم إذن هل عندك خطيئة أم لا؟ لا هل خلصك الرب أم لا؟ نعم إذن ستتحول الأيام الملبدة بالغيوم والمظلمة إلى أيام مشمسة مثل الكلمات الموجودة في الترنيمة هناك أشعة الشمس في روح اليوم نحن لا يمكن أن نصبح خطاء ثانيا قد يكون الأمر ميقوصا منه عندما نفكر في المستقبل لكنه مشمس ومشرك عندما ننظر إلى الرب بإيمان لذلك يقول الله أن البارسة يحيى بالإيمان هل تصدق هذا؟ نعم نحن نخلص بالإيمان ونعيش به أيضا بمن نؤمن نعيش بالإيمان بالله يمكن فقط الأبرار أن يعيشوا بالإيمان؟ هل تصدق ذلك؟ نعم هل يمكنك الحفاظ على بر الله بتدريب الجسد جيدا؟ لا هل يبتل بر الله عندما يفعل الجسد الشر؟ هل نصبح خطاء مرة أخرى؟ لا قال بوليس الرسول في غلطية الإصحاح الثاني الآية الثامنة عشر فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا الشخص الذي يؤمن بأن جميع خطايا قد تم نقلها إلى يسوع المسيح من خلال المعمودية وأنه حكم عليه على الصليب من أجله لا يمكن أن يصبح خاطئا مرة أخرى الشخص الذي لا ينكر يسوع يصبح مقدسا في الحال وبلا خطيئة لأن كل خطايا قد انتقلت إليه ولا يمكن أن يكون خاطئا مرة أخرى هل فهمت الأمر؟ نعم الله الذي خلصنا هو دائما ربنا وأبينا الله يساعدنا دائما وهو معنا إلى نهاية العالم لهذا السبب يقول عجب الإيمان سأساعدك إذا كنت تؤمن بي سوف يغدمك ملائكتي أيها المولودون ثانيا الملائكة خدام بيننا وبين الله يقولون للرب كل شيء عنا جعلنا الله أبنائه كنا خطاب الطبيعة لا يمكننا أبدا أن نصبح مستقيمين بأعمال الجسد لكننا أصبحنا أبرارا بالإيمان نشكر الرب لقد صار الرب بالإيمان ورعينا وأبن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر